لولا المالامة يا هوا لولا المالامة لا فريد جناحي على الهوى زي اليا ماما إماني يوسف أهلا بك في سيدتي أهلا أهلا بتشوفي إيه أهمية وجود مهرجان لسنة المرأة في محافظة بعيدة عن المركز وبعيدة عن الأضواء زي أسوان أنا دي أول مرة ليا في أسوان فبالنسبة ليا تجربة جديدة وبالنسبة برضو للمصريين كل سنة بيكون فيه اختلاف في المواهب البتصهر فأنا بالنسبة لي دي فرصة كبيرة بالنسبة للشباب عموما إنه التبادل بتاع الثقافات عموما يعني داخل مصر وبالنسبة للعالم العربي والعالم كله المهرجان السنة دي كمان عمل برنامج مخصص للأفلام السودانية بتشوفي إيه أهمية حاجة زي كده بالنسبة لي أنا كسودانيين دي فرصة كبيرة جدا إنه يعني السنة ما بتاعتنا أنا بالنسبة لي بقول إنه ما لقيت رواج أو ما لقيت يعني فرصة مناسبة إنها تصهر للعالم عموما فدي فرصة جميلة جدا وكل مرة إحنا بنحاول إنه يعني يعني نركز على أهمية وجود السينما السودانية لإنه فيه إبداع وفيه إنتاج كتير مفروض يطلع يعني لو قلتلك سمنيلي ست ألهمتك تخش عالم الفن بالنسبة لي هنا يعني هي مش موضوع إلهام بس يعني أنا بالنسبة لي هي ممكن تكون ساعدتني في إنه أنا أستبسط الموضوع وهو معها ساهل يعني هو موضوع صعب أسألوها محمد علي أنا بوجه لها التحية يعني أنا عرفت كتير جدا على يدها عموما في الحياة وبالنسبة للتمثيل برضو قولي لي اسم مخرجة عربية نفسك تشتغلي معيها كوسر بن هنية نصيحة كان نفسك حد يقول للك قبل ما تدخلي عالم الفن يعني كان نفسي يقول لي إنه أدرسي أدرسي تمثيل أو أدرسي حاجة لا علاقة بالفن تمثيل بالذات مجال مختلف تماما يعني اختملنا اللقاء بوغنية حلوة لولا المالامة يا هوا لولا المالامة لفريد جناحي على الهوى زيل يا مامة وقاطر ورفرف في الفضاء